أجرى محافظ المينيا أسام القاضي جولة تفاقدية بمركز ملاوي جنوب المحافظة يأتي ذلك لمتابعة المشروعات الجارية تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشملت الجولة متابعة أعمال الصرف الصحي بقرية دير البرشة كما تم معينة موقعين مقترحين لإقامة مجمعات طبية بقريتي البرشة ودير البرشة وتفقد المحافظ مجمع خدمات المواطنين حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 85% ترجمة نانسي قنقر